السلام عليكم وتتبعي قناة زيزو شانال مرحبا بكم في دروس جديدة لتلامذة السادسة من التعليم الابتدائي مرجع كتابي في اللغة العربية مرحبا بكم في النص المسترسل الخاص بالوحدة الرابعة وعنوانه الريح والطائرة الورقية بعد قراءتنا للنص بكامله سوف نجيب عن الأسئلة الخاصة وهي البطاقة التأطيرية لأجزاء النص المقرؤة ونبدأ بالجزء الأول والذي يبتدئ من بداية النص إلى المطاطية وغيرها وسنقوم بذكر الأحداث مرتبة ومكان وقوعها وزمان وقوعها ثم الشخصيات الآدمية والحيوانية والرياضات المذكورة في هذا الجزء من النص ثم الأساليب التي أعجبتني وأهم أفكار المقرؤة بالنسبة للأحداث فهناك حدث واحد أو وحيد ومميز وهو قرار عائلتنا القضاء جزء من عطلتها في مدينة الصويرة أما ما غير ذلك فهو وصف لمدينة الصويرة بوجمالية شواطئها وغيرها أما مكان وقوع الأحداث فهي مدينة الصويرة على الشاطئ والزمان هو العطلة الصيفية بالنسبة للشخصيات فالشخصيات الآدمية لدينا عائلة نائل وزوار الصويرة والسواح أما الشخصيات الحيوانية فهي طيور النورس نمر إلى ذكر الرياضات المذكورة في هذا الجزء من النصف هي رياضة السباحة والتزلج على الألواح المسطحة والألواح الشرائية ثم ركوب زوارق الجد في المطاطية أما بالنسبة للأساليب التي أعجبتني فهي وصف الكاتب للطيور النورس وهي تحط سربا سربا على مقربة من أمواجها هذا وصف جميل وذكر كيف تحط هذه الطيور سربا سربا وليس جماعة إنما سربا سربا على مقربة من أمواج الشاطئ بالنسبة لأهم أفكار المقرؤ هذه الأفكار وهي أفكار أساسية الفكرة الأولى قرار عائلة نائل قضاء جزء من عطلتها في مدينة الصويرة وصف جمالية مدينة الصويرة بشواطئها الجميلة ومنظر أسراب طيور النورس على أمواجها وتلذذ زوارها بتناول السمك المشوي ووصف لقلعتها البرتغالية ومواسمها ومهرجانتها والفكرة الأخيرة هي وصف للرياضات البحرية التي تتميز بها مدينة الصويرة بالنسبة لتأطير الجزء الثاني الذي يبتدئ من طلب نائل إلى مستعجل فالأحداث مرتبة هو طلب نائل من والديه أن يشتري له طائرة ورقية واستجابة الوالدين لطلبه وفرح نائل بهديته واستعجاله الصبح للإنطلاق نحو الشاطئ لإطلاق لعبته ثم الفكرة الرابعة أو الحدث الرابع هو خيبة أمل نائل لأن طائرته لم تطر بعيدا بسبب الرياح الهادئة في الصباح ثم إلحاح نائل لأمه واستعجاله هبوب الرياح والحدث الأخير هو إعطاء الأم لولدها نائل درسا حول الرياح والطاقة الريحية التي هي طاقة متجددة ومستدامة وتساؤل نائل عن مكان الرياح من أين تأتي الرياح وما هو مكانها بالنسبة لمكان وقوع الأحداث فهي على الشاطئ وزمن وقوعها في الصباح أما الشخصيات الذكور فهي نائل والأب أن هناك ذكر للأب الذي استجاب لولده واشترى له طائرة ورقية أما بالنسبة للشخصيات الإناث فهناك والدة نائل أما القيمة المروجة في النصر فهي حب الأبناء فالوالدين يحبان ابنهما واشترى له هدية الهدية التي كان يريدها والصبر هناك قيمة الصبر لأن نائل لم يصبر وهناك إلحاح ثم استغلال الوقت الذي في انتظار هبوب الرياح استغلت الأم الوقت لتلقن ابنها درسا بالنسبة للأساليب التي أعجبتني نعم وهي هذه الجملة وهي لا شك لا شك آتية يا ولدي اجلس بجانب فسألقنك درسا حول الرياح والطاقة الريحية نعم هنا أمه استغلت وقت الانتظار لتلقن ابنها درسا مهما بالنسبة لرأيي في المقرؤ الوالدان يحبان ولدهما ويستجيبان لطلبه رغم عدم صبر نائل إلا أن الأم استغلت وقت الانتظار لتلقن ابنها درسا جيدا نمر الآن إلى تأطير الجزء الثالث والذي يبتدئ من الرياح يا ولدي إلى طاقة كهربائية الأحداث مرتبة نجد تعريف الأمة للرياح وأنواعها وآثار الرياح الظاهرة رغم عدم رؤيتنا للرياح ثم منافع الرياح واستخداماتها مكان وقوع هذه الأحداث على الشاطئ وزمن وقوعها في الصباح والشخصيات الذكور نائل والإناث الأم بالنسبة للقيمة المروجة في النص وهي العلم والمعرفة التي تقدمهما الأم لابنها بالنسبة لأثار هبوب الرياح فنجد في النص أغسان الأشجار المتلاعبة والأعلام المرفرفة والرمال المتناثرة والأغبرة المتطيرة أما الأساليب التي أعجبتني فقول الكاتب كان الماء يصل ما دامت الرياح تهب فإذا سكنت كان الناس ينوبون عنها في القيام بهذه المهمة وكذلك الحيوانات نلاحظ هناك انسجام واضح في العمل والتعاون بين مكونات الطبيعة الرياح والحيوانات والإنسان من جهة أخرى أقوم بتلخيص المقرؤ الرياح قوة طبيعية هائلة تختلف قوة وحجما مرة هادئة ومرة هوجاء لأنها ببساطة هواء متحرك إذن هي طاقة حركية لا نراها ولكن نرى أثارها وللرياح منافع واستخدامات كثيرة ففي الماضي كانت ترفع الماء والآن اخترع الإنسان الطواحين التي تحول الرياح المتحركة إلى طاقة كهربائية هذا هو تلخيصنا لما قرأناه في الجزء الثالث أما بالنسبة لتأطير الجزء الرابع والذي يبتدئ من وللحصول إلى غاية نهاية النص فالأحداث مرتبة هناك اختيار المكان الجيد لإقامة طواحين الرياح نعم ويجب اختيار مكان جيد لإقامة هذه التي تستفيد من رياح أكثر ثم ذكر لطاقة الرياح طاقة متجددة ومستدامة وفي الأخير إنصات نائل لأمه وجذب الرياح للطائرة في اتجاه التيار ومحاولة نائل كبح جماحها وآخر ما في هذه الأحداث هو فرحة نائل بلعبته وتشجيع أمه له كغيرها من الأحداث في الأجزاء الأخرى فإن مكان وقوعها في الشاطع والزمان والصباح أما الشخصيات الرئيسية فهي نائل وأمه والشخصيات الثانوية هي المصطافين بالنسبة للقيمة المروجة في النص وهي العلم والمعرفة التي تقدمهما الأم لابنها ثم التشجيع والحب بالنسبة للأساليب التي أعجبتني فقول الكاتب ويحاول أن يكبح جماحها فهو إن سايرها سيتعب ولن يستطيع ملاحقتها وقديتيهم هناك تصوير جيد لقوة الرياح وضعف الإنسان في مواجهتها ونزولا عند طلب العديد من التلاميذ الذين يطلبون مني شرح الكلمات الصعبة فقد قمت بجرد للكلمات الصعبة الموجودة في هذا النص المسترسل لدينا كلمة انتشاء انتشاء هي حالة من حالات التمتع وهي استمتاع وفرح إذن انتشاء هو استمتاع وفرح بالنسبة لرياح هوجاء هوجاء هي مسرعة وعنيفة والرياح الهوجاء هي الرياح الشديدة المتتابعة الهبوب وكلمة تغري هي كلمة تثير نعم تثير تمخر أي تجري وتشق نقول سفينة تمخر البحر أي تجري في البحر وتشقه كلمة خائبا هي لم يصدق ظنه مخفق بإلحاح أي بإصرار الهشة هي اللينة والضعيفة ثم سخرناها أي ذللناها وأخضعناها حيوي هو ضروري وهام دلاء هي جمع دلو وهي إناء يلقى في البئر ويستقى به يكبح يلجم ويسيطر ثم جماحها هي تمردها وهيجانها أما في آخر النص هناك كلمة مرحى وهي تعبير عن استحسان قول أو عمل في فقرة استثمار إجمالي للنص في السؤال الأول أعنون كل جزء من أجزاء النص أي الأجزاء الأربعان نضع لها لكل جزء نضع له عنوان بالنسبة للجزء الأول عطلة في الصويرة في الجزء الثاني عنوانه الطائرة الورقية ثم الجزء الثالث الرياح والجزء الرابع والأخير الطائرة الورقية تطير ولكم الاختيار إذا ظهر لكم أن هناك عنوان آخر فممكن أن تضعوه مكان هذه العناوين أما في السؤال الثالث الثاني عفوا ألاحظ صورة كل جزء من أجزاء النص وأعلق عليها بالنسبة للصورة الأولى نلاحظ هناك تنوع في الرياضات البحرية فهناك رياضة عفوا التزلج على الألواح المسطحة والتزلج على الألواح الشراعية هنا ثم هنا ركوب زوارق الجدف المطاطية إذن ونقول الصورة الأولى تنوع الرياضات البحرية واستمتاع المصطافين بها أما بالنسبة للصورة الثانية فهذا حقل أو مزرعة للطواحين الهوائية وهي في البحر وتعمل على إنتاج الطاقة الكهربائية ونكتب الصورة الثانية هي الطواحين الهوائية وسط البحر وعملها في إنتاج الطاقة نمر إلى الصورة الثالثة والأخيرة فنرى استمتاع الطفل بطائرته الورقية وتشجيع أمه له وكذلك استمتاع باقي المصطافين بيومهم ونكتب كتعليق على الصورة الثالثة استمتاع الطفل بالطائرة الورقية وتشجيع أمه له واستمتاع باقي المصطافين على الشاطئ بيومهم وفي السؤال الثالث لماذا لم تستطع الطائرة الورقية التحليق بعيدا لم تستطع الطائرة الورقية التحليق بعيدا لأن الرياح كانت هدئة عندما اشترى الأبوان لطفلهما طائرة ورقية في الصباح حينما أراد أن يطلقها لم تنطلق ولم تطل لأن الرياح كانت هدئة وفي السؤال الرابع أين تقام الطواحن الريحية ولماذا تقام الطواحن الريحية في أماكن عالية لتكون عرضة للرياح وذلك لإنتاج الطاقة الكهربائية ومن نسبة للسؤال الخامس ما مزايا الطاقة الريحية مزايا الطاقة الريحية أنها طاقة متجددة ونظيفة ومستدامة أي لا تنتهي وفي السؤال السادس ما الفائدة التي يمكن أن نستخلصها من هذا البيت وهذا البيت مشهور ما كل ما يتمنى المرء يدركه تجري الرياح بما لا تشتهي السفن الفائدة التي يمكن استخلصها من البيت هي أنه ليس كل ما نريده يتحقق لنا فأقدارنا تخالف أمالنا وأمانينا مثل السفينة في وسط البحر تدفعها الرياح أينما تريد وليس كما يشتهيه ربانها أي ربان السفينة وفي السؤال الأخير فيما ينطبق مغزى هذا البيت على ما حدث لنائل ينطبق المثل على نائل حيث أنه في اليوم الأول كانت الرياح عالية ولما اشترت طائرة الورقية عاكسته الرياح وكانت هادئة في الصباح وصلنا إلى نهاية هذا الدرس وإلى اللقاء في درس آخر بحول الله ترجمة نانسي قنقر